اكلتنا متل ما انتم شايفين بتشهي حرفيا كتير 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 طيبة وزي ما تعودنا ما في تصوير بالفيديوهات اللي انا بعملها التصوير بيكون بس وانا عم بعمل الاكلة وانا عم بحطها بالصحون وانا ركبة السيارة لكن انا عم بعطيها لشخص محتاج التصوير ممنوع منع دل احراج وهدفي بالفيديوهات مو التصوير بقدر ما انه نشجع بعض ونشجع الناس انه نعطي المحتاج لو اي شي موجود عندك بالبيت مو لازم نعطي مصاري مو لازم نعطي شي يكون اكتر من طائط لا لا ممكن انا طبخي الطبخة وحستها اه زايدة او حستها كتير وروح بحطها بصحون نظيف للتقديم وروح بوزيها للاشخاص او للاطفال المحتاجة اللي بمنطقتنا او بنفس الوقت طبعا الاكل زي ما حكينا يكون نظيف مو اروح اكون عاملة مثلا رز وصلطة اروح احط لاخبط الصلطة بالرز وروح اوزع واحسسه انه هاي بقايا اكل زادت عندي وانا عطيتك اياها لا اشي يكون نظيف وزي ما قولت انه هذا تشجيع لانا لفعل الخير وربنا اجازي الجميع وكل واحد دامج الخير كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم حبايبي في فيديو اليوم اليوم الاكلة بجد كتير طيبة وكل الصغار بيحبوها هي عبارة عن ماكرونة بالبشامل وبالذات هاي الاكلة رح اوزحها على الاطفال للصغار يعني منطقة خان يونس حلاقي في حدا يعني الناس اللي المحتاجة بتلاقي نسوان كبار اسلام وفي صغار لأ انا هاي بالزات حوزحها على الصغار وزي ما بتعرفوا انا الفيديو تبعي المحتوى تبع فيديوهاتي ان انا بدي اعمل اكلة بعشرين شاكل انا اكل فيها في البيت وبنفس الوقت ان انا ممكن اطعمي منها اه محتاج يعني ما رح يزيدوا عن خمسة او سبع اشخاص يعني ممكن اكلة زي ما شفتم بالفيديوهات السابقة ممكن الكبدة طلعنا فيها اه لاكتر من من خمس اشخاص لانه كل واحد طلع له سندوشان كبدة فاحنا حسب الاكلة هنشوف الاشخاص هيكونوا من خمسة لعشر اشخاص اه الاساسي فيها الماكرونة انا بركز انه انا بدي اياها فعلا ان تكون بس بعشرين شاكل يعني تكون على قد الايد الماكرونة طبعا انها الماكرونة لازم تكون اسطوانية وهي الكياس عبارة عن كياس بشاكل اه لكن بجد اه لما بتكوا تشتروا الاكياس اه قبل ما تروحوا تقوموا يعني تطلعوا من السوبر ماركت يتأكدوا انه محطوط بالكيس اه الشي اللي انتو طلبتوه يعني انا طلبت منه اربع كياس اه ماكرونة اسطوانية اتفاجأت انه حاططلي لما روحت حاططلي اه حاططلي حالة زونية طب هي منيحة يعني بس هتفرق بالشكل شوية ما بين هدول احنا ليش بنختار الاسطوانية عشان اسهل في التقطيع وبتخلي الحجم يكون كلياته اه واحنا بنقطع متساوي عشان هيك هاي هستبعدها هستخدم اه الكيس هادا اه كان موجود عندي فراح استخدم منه تمام اه المكون كمان التاني هاي الدرة طبعا الماكرون اه اشتريناهم باربع شيكل المكون الاساسي اللي هو اللحمة المفرومة اللحمة المفرومة جبناها بعشرة شيكل اه عندنا كمان الدرة بحطها من ضمن الخلطة طائية اللحمة جبناها باتنين شكل والزبدة باتنين شكل او بشكل يعني هي اه مرت اه فترة اه القلبين بتلاتة شكل كانوا وفي عنا هي جبنة كي اذا انتو فاكرين بالفيديو اه السابق انا اه اشتريت الجبنة وليت راح استخدمها باكتر من فيديو يعني ما راح يعني انا جبتها تقريبا بسبعت عشر شكل لكن حوزيحها لاكتر من فيديو تقريبا هتكون اه بتلاتة او باربع شكل يعني باعتباري انا اشتريت والمكونات اللي موجودة طبعا في كل بيت هي الابهارات حنستخدمها في اكلتنا وعننا لطحين والبقدونس والكسبرة الخضرة وعننا البصر يعني مكونات الاكلة كلياتها ما بتتجاوز الى عشرين شكل وممكن كمان تكون اقل خلونا نشوف ما بعض اشلون ممكن اعمل هاي الوصفة وزي ما انتم شايفين انا لفس الوصفة طلعة علشان انا بدي اعمل الاكل تبعتي بسرعة وقبل طفل كهرباء هلا موعد الكهرباء احنا فترة ظهر قبل طفل كهرباء بتحاول انا اعمل الاكل هلا واروح اوزحها وما في تصوير يعني الناس اللي بتقول لي انتي ليه ما بتصوري اه وانتي عم بتوزي انا بصور وانا عم بحط بالصحون ما بصور وانا عم بوزي لانا مو مستاهلة انه اروح اعطي الطفل او اعطي المحتاج مثلا صحا هو اكل انا عم بوزي يعني مش مصاري حتى لو مصاري مهم مو حلو ان انا مسلا عم بطيق ومات جوالي بايدي بحسها كتير تقيلة اه فالمهم الفكرة اه انه انت ممكن بعشرين شكل فعلا اه تعملي اه شيء لقلك في البيت وممكن تفرحي حدا محتاج خلونا نشوف ونبلش اكلتنا يلا انا ملك ام لطفلين وبعيش حياتي اللي اصلا ما كنت بحلم فيها تكون بها المثالية وبقصد بالمثالية ان ببيت لحالي مع شخص بيحبني وقبل اي شيء بيكرمني وبيخاف ربنا فيني وعندي ولادي اللي بالدنيا كلها قصتي بلشت وانا بالثانوية العامة كنت بنت غاية بالجمال وكنت مغرورة بحالي وفوق كل هات متفوقة بدراستي وبرغم سنة الصغيرة اللي انه كان يتقدم لي عرسان وكلهم احسن من بعض مرة احكي هاد كبير ومرة هاد شكله مو مناسب لأكون زوجته وهاد مخه صعب والتاني مو مناسب لهو ولا اهله الي يعني من الاخر كنت رافضة مبدأ الزواج من منطلق اني حلوة ووقت ما احكي يا زواج الاقي الكل قدامي واخطار براحتي كان في شاب من عمري لكنه ما كمل تعليمه والكل بيحكي عنه طائش لكنه ميسته انه حلو وكتير بنات معجبات فيه فكنت معجبة فيه وشايفاه مناسب برغم انه مو متعلم ولا حتى مكون نفسه امه اجت لعنه وطلبت ايدي من اهلي طبعا اهلي رفضوا من باب اني توجيهي وما بدهم شي اثر علي ومن جهة تانية انه صغير وغير مؤهل للمسئولية لكني اصريت على اهلي بدي اياه ولحتى افرض رأيي عليهم اكتر بطلت ادرس ولحتى قدم امتحانات شهرية مستوية بالمدرسة كتير قل اجت الامتحانات النهائية واهلي للصرفضين طيب شو اعمل ماشي ما حقدم منيح وحرسه وحسير فاشله مو هيك هما كانوا يحكوا عنه فعلا سقطي بتوجيهي وامي تعبت ودخلت المستشفى دخلت المستشفى بسببي واهلي بطلوا حتى يكلموني صرت اعود بغرفتي بالساعات لحالي واراجع نفسي لكن لما بشوف كلام البنات عنه وبالذات بنات خالتي بقول لا حيكون من نصيبي وحضلم عندي على قراري بيوم امي كانت تعباني جدا فقلت حقوم انا اعمل الاكل واساعد في شغل البيت قبل لا يجو خواتي فتحت الغاز وما كان عم يشتغل معي قلت شكلها مو طالبة اعمل لهم اكل رحت ع غرفتي بعدين ارجعت تاني احاول اشغله وفجأة هب الغاز بوجهي مرة واحدة موعيت الا وانا بالمستشفى وكانوا لفين وجهي بشاشة كنت خايفة كتير واهلي بطمنوني انه شي بسيط لكن بعد ايام وبعد ما وعيت من الصدمة بتطلعي بادي لقيت فيه اصار حروق صرت ابكي وقلت لهم خلص انا ضعت هيك ايدي فكيف وجهي ارجعت البيت والغريب الكل كان من اهلي خايف علي حسيته بحبهم الي خوفهم علي والاغرب انه ما حتزارنا من جيراننا حتى انه ما سأل علي اخوي الصغير ولا بعد اخته تطمن علي الان صار موعد فك الشاشة عن وجهي وهالمرة طلبت مراي لانه بكل مرة بيغيروا للشاشة ما بيخلوني اشوف وجهي وكانت الصدمة انا وجهي تشوه لحروق واضحة ملامحي تغيرت امي صارت تبكي وابوي صار يهدي فيه ويقول لي كله بعد فترة بيروح اهدي بس خلي الدواء ياخد مفعوله وحوديك لأكبر دكتور وحيرجعك احلى من قبل انا كنت فقد الامل لدرجة اني كرهت نفسي بطلع بعيونهم لقيتهم زعلانين علي وانه ما في امل حتى ارجع متل قبل اكرهت وجهي وكرهت حالي لدرجة اني بطلت اطلع على حالي بالامراي وكنت رافضة اقابل اي حدا من صحباتي او حتى يشوفوني ولما بنزل بغطي وجهي بشال والحلو اني عدت افكر بحالي اكتر ورجعت وعدت توجيهي وتفوقت بدراستي وجبت الدرجة اللي اهل كانوا حابين اني اجيبها وابوي وفى بوعده وعالجني لكن وجهي ما كان متل قبل الحلو اللي بيشوف وجهي وما بيعرف الحدس اللي انا مريت فيها بيفكر انه هاي جروح انصبت فيها وانا صغيرة وضلت اصارها لكن انا ما كنت مقتنعة كان نفسي وجهي يرجع متل قبل لكن الاجمل والاحلى اني كملت جامعتي وبهاي المرحلة اتقدم لي شاب رفضته من سنين وحاول يتقدم اكتر من مرة وبرضه كنت برفض اني اطلع لكن لما اصر اني انا اشوفه اطلعت وقلت له انا مو ملك اللي بتعرفها زمان وقبل ما اكمل حكالي انا بعرف شو صار معك وانا كنت بدي اياكي من زمان بس انت اللي رفضتيني كنت اعرف اخبارك من بعيد وزي اللي تعشيد اللي صار لك كتير واستنيتك تخلصي توجيهي وبيدي تكملي جامعتك وانا معك وسندك بالبداية رفضت بعدها قبلت بس كنت خايفة من بكرة كنت خايفة ييجي اليوم ويتعب من شكلي او حتى يعيرني لكن اللي صار فاق تصوري لقيت انسان جنبي بكل شي بيحبني وبيحب عقلي وشخصيتي وحتى وجهي لدرجة بيقول لي انت كل جرح بوجهك عندي الو قيمة جمالية كنت اضحك وقول له منيح انها قيمة وجمالية كمان وقف جنبي وفعلا كان الزوج والحبيب والسند وقبل اي اشي كان العوض الحلو من ربنا والان انا معيدة بالجامعة وام لأحلى طفلين بالدنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة